اهلا بكم بونتيك اسم العربية من اشهر عربيات مجموعة جانر الموتورز الامريكية ظهرت في مصر في اواخر خمسينيات واشتهرت كعربية امريكاني فخمة لها عشاء كتير ولكنها لم تستمر في مصر فاختفت من الشرع المصري بكل موديلاتها وتوقف انتاجها عالميا في سنة 2010 ولكن ما زال لها موديلات وطرازات مختلفة تعمل بحالة جيدة جدا وده دليل على اسم وجودة بونتيك ظهرت بونتيك بموديلات كتير فظهرت بونتيك الكاتالينا موديل 1950 لسنة 1981 وبونتيك بونفيل من 1958 ل2005 بونتيك فاربيرد 1967 ل2002 بونتيك جراند بري 1962 ل2008 واكتر من 30 موديل تنين ما بين عربيات سيدان وفان وهاتشباك كمان بس اكيد ما شفناهمش في شرع مصري وده راجع ان بونتيك بالنسبة لنا كانت العربية الامريكاني الفخمة اللي موتورها كبير بيستعلك بنزين كتير فبرده ما كانش بيركابها غير الفنانين والمشاهير وأولاد الأكابر زي ما كانوا بيقولوا عليهم زمان أحد أشهر موديلات بونتيك اللي ظهرت في مصر كانت البونتيك جراند بري كوب موديل F-176 اللي كانت العربية الشخصية والمحببة للنجم الراحل توفيق الدقن أحد أهم من نجوم الفن في الخمسينيات والستينيات اللي اشتعروا بالإبداع في أدوار الشر وصاحب الإفهات الشهيرة اللي ما زلنا نستخدمها لحد النهاردة فمحدش فينا يقدر ينساوها بيقول صلات النبي أحسن وأحلم الشرف مفيش ولما كان بيدرب الفنان عبد المانعي إبراهيم وبيقوله العلبة دي فيها إيه في فيلم طاية لخفة عربية الفنان توفيق الدقن بونتيك جراند بري كوب كانت موديل 76 كان لونها نبيتي وكانت عربية كبيرة ودي كانت اللي بيفضلها الفنان الرحل توفيق الدقن فما كانش بيتعفل عربية الشغيرة عربية كان موتورها 8 اسلندر 6600 سي سي 185 حصان وده طبعا كان استهلاكه عالي جدا في البنزين ظهر بيها الفنان توفيق الدقن في فيلم سفاح كرموس بطولة الفنانة نورا والفنان يونس شلبي وكمن ظهر بيها في مسلسل الوريس مع الفنانة الرحلة زيزي البدراوي في السلطة الأفلام البوليسية نايت رايدر سنة 1982 ظهرت فيها البونتيك ترانزام السودا أحد أشهر عربية بونتيك اللي ارتفعت مبيعات الشركة بسبب عرض المسلسل ده لأنها كانت عربية رضية سريعة جدا موتورها كان 8 اسلندر 5000 سي سي 145 حصان بتتسارع من 0% في 9 ثواني نص وطبعا ده كان نقم حلوة جدا في التمانيات ولكن طبعا ده طبيعي دلوقتي بالنسبة العربية 1600 سي سي وده اللي بيبين فرق التكنولوجيا على مر الزمن استمرار وجود بونتيك في الشرع مصري حتى اليوم دليل نجاح العربية ولكن وراء توقف انتاجه قصة حزينة طويلة يا طرق قصتها تعالوا بينا أحكي لكم بونتيك تسمت بالاسم ده ارتباطا بحاجتين اسم مدينة في ميتشيجن موطن العربية واسم أحد لضباط الهنود اللي كان معروف في شجاعته ودفاعه عن كاتبته في الحرب ضد الإنجليز تاريخ العربية لبونتيك رجع لشركة أوكلاند موتورس كان سنة 1907 في مدينة بونتيك بميتشيجن واللي كانت تخصصها في تصنيع العربيات اللي بتجرها الحسنة في سنة 1909 شركة أوكلاند كانت جزء من شركة جنرال موتورس أول انتاج لعربية بونتيك قدمنا تخطي انتاج أوكلاند سنة 1920 كانت بموتور ستة سلندر وحاية نجاح كبير جدا ومن هنا بدأ اسمه بونتيك تصدر لغاية ما استبدلت أوكلاند بعربية بونتيك وأصبح بونتيك هو جزء من شركة جنرال موتورس في سنة 1930 من 1930 ل 1960 وبونتيك في انتاج موديلات كتيرة لعربيات سيدان ولكن شهرتها زادت بانتاجه مع عربيات قوية وسريعة زي البونتيك الفايربيرد أحد أشهر عربياتهم في نص التمانيات بونتيك كانت متقلقة وحققت أعلى مبيعات في تاريخها ولكن بسبب قرارات خاطئة من المديرين في محاولة ترشيد نفقات وتقليل تكلفة الانتاج ابتدى تراجع أداء الشركة سنة ورا سنة إلى أن فقدت جنرال موتورس صدارتها في انتاج العربيات لصالح تيوت وفي محاولة الحفاظ على مكانتهم طلبوا سنة 2008 من الحكومة الفيدرالية بلايين الدولارات دعما للإبقاء على الانتاج ولكنهم فشلوا بعدها على طول 2009 أعلنت جنرال موتورس عن توقف انتاج البونتيك وفي 2010 توقف فعلا انتاج البونتيك مش بس كده أعلنت جنرال موتورس عن إفلسها وده كان رابع أكبر إفلس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بونتيك بميتشيغن متحف بونتيك أوكلند للعربيات اللي بيدموا كل العربيات الأوكلند واللي بعد كده بقت بونتيك بيعقي قصة حزينة لأحد أشهر مركات العربيات اللي ابتدت بناجاح مبهر وتصدرت الترتيب إلى خروجها من شوق العربيات تماما وتوقف انتاجها